السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة مع اسامة جمعة مباركة على حضرتكم اكرم توفيق سافر للنمسا بالامس والنهاردة اجرى عملية الرباط الصليبي نتمنى ليه كل السلامة والعودة سريعا لان اكرم توفيق من اللعيبة اللي عندها روح قتالية جدا اللي احنا محتاجين كل لعب عنده الروح دي في الفترة القادمة تحديدا ايضا اكرم توفيق سافر معاه الدكتور احمد ابو عبنة وبالامس للأسف صابت مصطفى شبير بمشكلة في غدروف الرجبة ربما يكون قطع في غدروف الرجبة تم ارسال الاشعة لدكتور احمد ابو عبنة هيعرضها على الدكتور اللي هيعمل عملية لأكرم توفيق فالف سلامة على الاكرم توفيق والف سلامة على اوفا مصطفى شبير ان شاء الله يعود سريعا للملاعب مستقبل حارس واحد ليه بقول اكرم توفيق لعيب الروح القتالية اللي احنا محتاجينها الفترة الجاية لان للأسف البعض بدأ يقلل من هوية لعبي النادي الاهلي حتى بعض اللاعبين الفرق المنافسة بقت مش شايفة ان ده لعيب النادي الاهلي اللي ممكن اخشاء او اعمل حسابه انا سهل جدا اقدر اتعامل معاه وسهل جدا اطلع بنتائج التعادل والفروس النقطة دي هيدوس عليها بشكل اكبر الاعلام اللي بشكل كبير جدا يعني بيدعم المنافس وقولنا لكم قبل كده ان المدير الفني النادي الزمالك دايما هو صاحب شخصية هايلة وبيلعب اداء هايل وكرة قدم عالمية وكلام كتير جدا مش موجودة لارض الواقع ودايما تلاقيه محصن على عكس المدير الفني النادي الاهلي ايا كان اسمه نفس القصة بالنسبة اللاعبي نادي الزمالك بيتم تنجيمهم بشكل كبير جدا على حساب لعبي النادي الاهلي جزء من انا بيشارك في جماهير النادي الاهلي حالة الغضب من الاداء ولكن انا مش هنا اوجه الجماهير او اقدر ان انا وجه الجماهير لكن اقدر اوجه اللاعبة اذا يعني استموى لنصيحة ان انت المفترض المباريات اللي جاية كلها تكون مباريات بالنسبة لك مش اقول رد اعتبار اثبات العكس الناس اللي بتقلل من شأن لعبي النادي الاهلي تبقى انت نازل وواضح تماما لا ده ننازل وعندي القدرة ان انا احقق الفوز على اي فريق واي لعب لان انا وصلني ان في بعض المباريات اللاعبها النادي الاهلي وحقق فيها التعادل كان الكلام بين اللاعبين الفريق المنافس وده من الفرق منافسة ان انا هنفوز على الاهلي النهاردة فكرة ان هو يحمس نفسه ضدك ويبقى عنده فكرة ان هو يفوز على الاهلي النهاردة وواصل كده ده فكرة على ارض الملعب لازم تختفي تختفي من ايه من التحماتك القوية تختفي من ايه من روحك القتلية داخل ارض الملعب تختفي ان انت اي كرة مشتركة وبينك وبين اي يوم نافس يبقى شاف جواك اسرار وعلى ارض الواقع ان انت اللي هتاخد الكرة دي انت اللي هتسجل الكرة دي انت اللي هتلعب الكرة دي قصة ان انت تبقى نازل امام لعيبة مع كامل احترامي للروح الرضية ده ملوش علاقة بفكرة الروح الرضية شايف ان انت لعيب يعني لا ترتقل للنادي الاهلي بتاع زمان دي فكرة فيها إساءة لك وللنادي الاهلي لأن انت بطل القرى دي انت بطل القرى دي انت دي راح تشارك في كاس العالم للأندية عن القرى دي آه آخر ثلاث مرات انت اتنين بطل واحدة وصيف آخر كاس عالم انت جايب اتنين فما ينفعش مع كامل احترامي لكل فرق الدور يكون عندهم الإحساس انهم قادرين ينفوز عليك في اي وقت وما ينفعش نسيب فرصة للإعلام الرياضي ان هو يحاول يعلي من شأنه معنويات نادي الزمالك ويقفد تماما من شأنه معنويات النادي الاهلي انا بلتمس للجماهير انها غيورة على ناديها فبتغضب وان كنت ماشمع حالة الغضب المبالغ فيه ولكن انا اقدر اقول لك انت انت السلاح اللي هنحارب بيه انت اللاعب اللي تقدر تفرحني وانا قاعد بتفرج عليك انت اللاعب اللي تقدر تسكت الاعلام الرياضي وهو قاعد بانتقد فيك انت اللاعب اللي تقدر توصل لأي منافس بيطمح ان هو يفوز عليك يبقاك داخل المباراة وهو عاوز يطلع باقل نتيجة من الخسائر هو ده النادي الاهلي وده اللي انا نفسي اشوفه في مباراة بيرامدز قال مباراة قوية جدا امان فريق قوى جدا فريق منافس فريق اصلا صنع من اجل منافسة النادي الاهلي او من اجل مباراة النادي الاهلي دي صنعت فريق بيرامدز فهي دي التأسيس بتاع فريق بيرامدز فهو هيلقاب لك على ان مواجهتك هي البطولة بالنسباله هو بينتظر مباراةي النادي الاهلي في السنة لان انا اصلا اساسي وقصتي كلها هي النادي الاهلي فاتمنى ان انت يكون عندك من الروح القتالية في المباراة الجاية ان انت تصالحنا به وتصالح جميرك به وتفرض شخصيتك على ارض الملعب وعلى اي منافس لان هي دي شخصية وهوية لعب النادي الاهلي ما زل تواصف ان الاهلي باذن الله هو بطل الدوري لهذه المصابقة مش هنغضع ابدا لفكرة ان حد يلعب معانا الجيم النفسي ان الزمالك اصبح بطل الدوري وهو متساوي معانا في عدد النقاط شفنا بشكل واضح جدا المواقع وهي بتحتفي بتصدر نادي الزمالك القمة بفارق الاهداف والنادي الاهلي طول ما هو متصدر القمة الامر عادي بل اصلا رفطة الاندية بعد الاسبوع الثالث وتساوي النادي الاهلي مع الاتحاد السكندري في عدد نقاط تسع نقاط وتفوق النادي الاهلي بالاهداف كان الاتحاد السكندري على قمة الدوري حطينه في قمة الجدول وسألنا وما جلناش رد فبالتالي انت امام اسرار واضح ان انت تثبت نفسك قدام الناس دي الناس دي عايزة تقلل من شأنك هل انت تساعد الناس دي وتقبل ان هما يقللوا من شأنك وشأن النادي الاهلي صدقني لو انت قبلت لا جميل النادي الاهلي هتقبل ولا كل مسؤول داخل النادي الاهلي المفترض ان هو يقبل النادي الاهلي اذا كان فيه اندية صنعة من اجل التنافس مع النادي الاهلي واندية صنعة من اجل لعب مبرامة مع النادي الاهلي فالنادي الاهلي منذ البداية صنع ليبقى رقم واحد هو ده قدره وهو ده مصيره وهو ده مشكلة وعيوب ان انت تكون داخل المنظومة دي ان انت ما عندكش رقم اثنين انت عندك رقم واحد اتمنى يكون الاستعداد بشكل قوي جدا لمباراة برامدز ونقدر باذن الله نحقق الفوز وانت عارف كويس قوي كلنا عارفين ان انت بيتم عرقلتك مش هنخضع للعرقلة دي انا هبقى اقوى من العرقلة دي على سبيل المثال عضو مجلس الزرق محمد سراج في رده على بعض البستات اللي بتتحدث عن جماهير النادي الاهلي وقصة جماهير النادي الاهلي والمعاقات اللي بتقابل جماهير النادي الاهلي هنا في مشكلتين مشكلة متعلقة بملعب الاهلي والسلام وبعضه وده اللي ذكره عضو مجلس الزرق الدكتور محمد سراج الدين وقال ان العدد بيكون من الف وخمسمائة الالفين والمشكلة الاخرى بتتعلق بالادوات التشجيع اللي بيتم حرمان النادي الاهلي من دخولها بوضوء حرد محمد سراج الدين دكتور محمد سراج الدين وقال احنا عملنا تلت اجتماعات منذ تكوين اللجنة المنوب بها الاشراف على دخول جماهير النادي الاهلي الى المدرجات مع جهات معنية بالامر وهيتم السماح بادوات التشجيع لان ده حق النادي الاهلي ولكن يا جماعة ياريت الصبر لان الموضوع ده بقاله سنوات فيه ازمة ومش عايزين نوضح اكتر من كده فاحنا بنحاول نحل فساعدونا على الحل ده رقم واحد رقم اتنين قال نقطة مهمة جدا ان احنا مقدرين ان استاد الاهلي والسلام بعيد ولكن هناك ارتباطات ونحاول نحل القصة دي لان جماهير النادي الاهلي كانت في استاد القاهرة عدد كامل ممتلأ وجماهير النادي الاهلي في استاد غزل المحلة عدد كامل ممتلأ اذا القصة جنب المعوقات اللي بتقابل الجماهير وهي داخل الاستاد ايضا بعد استاد الاهلي والسلام عن العاصمة وبالتالي القصة كلها في معاناة في ان انت تروح كجماهير استاد السلام ويبدو ان في الافق هيكون في حل للقصة دي فالنقطة الاهم انه هو اتكلم ان احنا لن نسمح بحقوق النادي الاهلي انها تهضر وهيكون زينا زي كل الانداء اللي بيسمح لها بدخول ادوات التشجيع تخيل جلسات يعني اجتماعات وهنحاول وهيخش لنا والكلام ده كله في الوقت اللي بيعلم فيه رئيس نادي الزمالك ان هو تواصل مع وزير السكر حديقة هيئة النقل السكر الحديقة واتكلم او وزير المواصلات واتكلم بوضوح عن ان فيه قطر كتار هينتقل بخاص بجماهير نادي الزمالك الى اسوار ده اللي انت ممكن تكون شايف انت هنا بالتعاني عشان تداخل ادوات تشجيع وهنا بيتم تخصيص كتار على حد كلام رئيس نادي الزمالك لجماهير نادي الزمالك لانتقال جماهير نادي الزمالك الى اسوار مبدئيا مباراة الاهلي وبرامدز هيتم نقلها الى استاد القاهرة بناء على طلب النادي الاهلي وبعن نادي الزمالك هيلعب مع اسوار في اسوار وبالتالي استاد القاهرة هيكون اليوم ده مستعد لاستقبال مباراة الاهلي وبرامدز فده خطوة ايجابية من مجلس ادارة النادي الاهلي من حول ان انت تتواجد على استاد القاهرة مش بس عشان الجماهير لا كمان عشان مشاكل ارضية ملعب الاهلي والسلام واللي كل اعلم بوضوح ان الكرة بتاعة النادي الاهلي هتبقى مناسبة اكتر على استاد القاهرة انا قناعاتي الشخصية ان استاد برج العرب حتى في درجة بعده عن العاصمة لكن استاد مريح للعبي النادي الاهلي فنتمنى ان شاء الله في استاد القاهرة الجماهير في مراد برامدز تقول ممتلئة وحسنا فعل الدكتور محمد راجل لما قال لغينا كل العضويات مش العضويات لغينا كل الدعوات كان الاول فيه تسعمائمائة دعوة بيحضر عشرين بيحضر خمسين مفيش دعوات القصة كلها الجماهير تحضر التلات تلاف يحضروا اللي عايز يشجع النادي الاهلي كان هو مين من اي مكان خلاص ادخل اقطع تيكت تشجع النادي الاهلي وتواجد في المكان اللي انت هتحس ان انت مرتاح فيه سواء مقصورة درجة اولى درجة تالتة هتواجد في اي مكان وان كان مباريات الدوري بتكون تذكرة موحدة فاتمنى ان يكون التلات تلاف موجودين في استاد القاهرة ان شاء الله يوم لاثنين لمساعدة الفريق ان هو يعبر ازمة التعادلين الاخرين ويفوز على برامدز وده يكون عودة الثقة بشكل كبير جدا للاعبي النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي ومحتاجين بالفعل تعود الثقة ما ينفعش يكون فيه منافس بيبني واعلان بيساهم في بناء الثقة عند المنافس حتى لما بيقع هو هو نفس عدد النقاط وانت لما تقع نفس عدد النقاط الدنيا بتضيع والدنيا بتروح عندك وده مش جينات النادي الاهلي انت في النهاية خسران ست نقاط الزمالي خسران ست نقاط لسه عندك موجهات صعبة هو اكيد هيقابل موجهات صعبة انت هتقابل الزماليك من واحد وعشرين ان شاء الله تذهب الى هذه المباراة وانت على صدارة جدول الدوري او على قلب نفس الرصيد من عدد نقاط في حالة تحقيق القلفوز على بيرامدز امبي المصري ومن اننا اتكلمنا عن المصري وارد جدا يتم عقوبة كابتن حسام حسن واتمنى العقوبة تكون اربع مباريات لان الكابتن حسام حسن في حالة انفعاله مع كامل حبي وتقديري له قسر الشاشة بتاعت تقنية الفيديو وهي بتعادل من ثلاث لاربع تلاف يورو اعتقد هو يتحمل الجانب الخسائر دي زي ما جامهير نادي الزماليك قسرت الاستاد وتحملت الخسائر دي كراس الاستاد فاعتقد ده مبدئيا بادئ زيباد الكابتن حسام حسن هتكون عليه غرامة من ثلاث تلاف يورو لاربع الاف يورو سعر الشاشة اللي قسرها بتاعت تقنية الفيديو طيب بالنسبة للاعتداء ده والمفترض يكون فيه تقرير مراكب مباراة فالمفترض العقوبة لا تقل عن اربع مباريات لكابتن حسام حسن في الحالة دي كابتن حسام حسن مش هيكون متواجد على ارض الملعب او على الخطوط في مباراة الاهلي والمصري ودي هتكون نقطة ايجابية جدا للنادي الاهلي اتمنى فقط لغير نبقى قديم بالنا ان الاعتراض كان بشكل قوى جدا ان تكسير الشاشة ده امر مرفوض بشكل كبير جدا مع كامل احترامنا وتقديرنا لكابتن حسام فوجوده على الخط في مباراة الاهلي في حالة ان ايقافه اربع مباراة هيكون عدم وجوده شيء ايجابي جدا لكن وجوده انا خلاص مش هسبق قرارات الرابطة او لاجنة المسابقات هنشوف القصة هتكون ايه ولكن دي نقطة مهمة جدا نوع عنها لان انت هتقابل بيرامدز انبي المصري ثم اسموحة في الكاس ثم الزمالك في لقاء القمة باذن الله ان نتخطى مباراة الزمالك ونحن على صدارة جدول الدوري باذن الله دي كانت النقطة اللي معنا النهاردة مش هيستولى على حضراتكم اكتر من كده نشوفكم على خير والاهلي دائما منتصرا الاهلي فوق الجميع سلام